للأسبوع الثامن على التوالي يواصل المعلمون في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي الإضراب الشامل تصعيد سعت مليشيا الحوثي بمختلف الطرق الإجهاضة مرة بتصريحات قادتها بوصفه بالمؤامرة ومرة كثيرة بحملات الاعتقال والمطاردات والضرب لقادة الحركة التعليمية وتزامنا مع اليوم العالمي لحماية التعليم من الهجمات طالب تحالف حقوقي مليشيا الحوثي بالاستجابة الفورية لمطالب المعلمين بتسليم رواتبهم في مناطق سيطرتها والكف عن ترهيبهم والإفراج عن المعتقلين تحالف ميثاق العدالة لليمن دعا مليشيا الحوثي إلى الكف عن استخدام الوسائل الأمنية والترهيبية لمواجهة العمل المدني بما في ذلك التهديد والوعيد ضد المعلمين المضربين ومنذ سيطرتها على صنع قبل ثمان سنوات عمدت مليشيا الحوثي على تأسيس نظام تعليمي الطائفي موازل التعليم العام وسعت إلى تغيير المناهج الدراسية وفق مواجهات سياسية وفكرية تخدم أجندتها مستخدمة كل السبل المتاحة للوصول لذلك الهدف كما عمدت أيضا إلى فصل الآلاف من موظفي جهاز الدولة بمن في ذلك المعلمون واستبدلت بعضهم بموالين لها ولتزال تهدد من تبقى منهم بالاستبدال لم تتوقف المليشيا عند هذا الحد لكنها أيضا حولت العديد من المدارس إلى ثكانات عسكرية عوضا عن تغيير أسماء بعضها وأفرغتها من الطلاب بعد أن استقطبت الكثير منهم إلى جبهات القتال قتل واعتقال وترهيب سلوكيات تنتهجها مليشيا الحوثي ضد اليمنيين ولا تزال يقابلها عجز الحكومة الشرعية وصمت المجتمع الدولي إزاء كل تلك الممارسات ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر